مساء الخير وصباح الخير كويسين انا كمان كويس النهاردة بالصدفة قابلت ام مرزوق ام مرزوق كانت مقهورة ولما عرفت الموضوع بصراحة الولاية عندها حق ابو مرزوق جوز ام مرزوق قرر مرة واحدة ان ما فيش لحمة تدخل البيت ليه يا ابو مرزوق قال علشان مرزوق ما له مرزوق قال اللحمة فيها جنون البقر وانف الونزة الخنزير وانف الونزة معرفش ايه والواد مرزوق لازم بصحته كويسه ومش هيكل ومش هيعيش غير على الخضار يا دي النيلة هياخد العمر الخضار لكن ام مرزوق ما سكتش قعدت تدور تدور لغاية ما عرفت اللي فيها تريته بيود اللحمة لمراته التانية زي بالضبط اللي بيحصل دلوقتي في البلد الحكومة تقولك اقفل المحلات من الساعة عشرة ليه هي حكومة؟ عشان تبقوا دولة متحضرة وتناموا بدري وتقوم الصبح في منتهى النشاط وتشتغلوا بالنهار وتناموا بالليل لكن الحكاية ان الحكومة مش قادرة توفر لنا الطاقة ليه؟ عشان بتوديها المراتها التانية زي بالضبط ابو مرزوق بيود اللحمة لمراته التانية وبيقول له مراته كل خضار فانا بقى بقترح على اصحاب المحلات ما تتضايقوش وما تتبجعوش الحكومة عايزة تقفل تقفل اقفل محلك في الوقت اللي يقولك عليه وفي نفس الوقت حط نصبة قدام باب المحل هتيجي عليك امتى؟ تقفل محلك من الساعة 9 تقفل محلك من الساعة 10 اطلع قاف قدام محلك تجول بقى روح تعالى شمها وما برضه يا اخويا القاعدة طوله نارف التكان بتقهر برضه زي ما الشارع كله بقى بيعين متجولين جات علينا احنا يا اصحاب المحلات نتجول احنا كمان بس في مشكلة الناس اللي بتبيع تلاجات وغسلات هيتجولوا بيها ازاي؟ انا بنشوف لهم حلي بعدين يلا بقى سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة